ويبقى سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي أبرز التحديات التي تواجه الحكومات العراقية المتعاقبة سيما الحكومة الأخيرة برئاسة محمد شاع السوداني العوامل التي تساعد الدولار في التمرد على إجراءات مواجهته متعددة ومتنوعة ومعقدة في نفس الوقت يقابلها تنوع وتعدد في الإجراءات الحكومية التي تسعى إلى كبح جماحه ومن ضمنها حزمة الإجراءات التي كشفت عنها الحكومة مؤخرا والتي تهدف إلى معالجة الفارق في سعر الصرف والتي أخذت محاور عدة من بينها تنظيم عملية الاستيراد وضمان دخول أكبر عدد من التجار والمستوردين لنافذة بيع العملة الأجنبية فضلا عن استمرار المفاوضات العراقية الإيرانية لتنظيم التجارة بين البلدين بالإضافة إلى ضمان حصول الفئات الفقيرة على سلال غدائية وصحية وإنشائية وغيرها وبأسعار مدعومة ليس هذا وحسب بل إن الحكومة تعمل أيضا على مشروع الصفقة المتكافئة للتبادل التجاري مع بلدان عدة وبعملاتها الوطنية بعيدا عن الدولار كما تدرس الحكومة إنشاء منطقة حرة تكون الوسيط بين القطاعين العام والخاص وبما يضمن وصول المواد إلى المستهلك بأسعار تنافسية إلى جانب اعتمادها أي الحكومة العراقية سلسلة إجراءات للتوجه نحو أتمتة أنظمتها المالية للسيطرة على منافذ تهريب العملة وغيرها من الإجراءات التي تقول الحكومة إنها ستكبح جماح الدولار وستغلق الثغرات التي يستغلها مهرب العملة وتظل هذه الإجراءات أمام اختبار صعب في مواجهة الدولار وكبار حيتان السوق الموازي من سينجح في هذه المعركة؟ قابل الأيام من يستطيع الإجابة؟